بسم الله الرحمن الرحيم طلع من فترة أصوات نكرة وشاذة ومخزية من شتى أرجاع العالم العربي لا يمثلوا إلا أنفسهم المريضة بتهجموا على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني العظيم بيقولوا شو علقتنا بقضيتكم مزهقتونا وتعبتونا ودخلتونا في مشكلة ما هي مشكلتنا وبقولوا كمان القدس شأن داخلي مش شأننا شأن فلسطيني داخلي شأن داخلي تمام أرجو من الجميع أنه ما يحكم على أي شعب من خلال هؤلاء المرتزقة اللي هدفهم الرئيس هو زرع بذور الفرقة والفتنة بين شعوب العالم العربي والإسلامي في هذا الوقت الحرج وعندهم أجندات مشبوهة أعداءنا حتما وراها عشان هذا الموضوع أنا سويت هذا الفيديو اللي فيه رسالتين الأولى هي ليش قضية فلسطين الإسلامية المسيحية العربية مش الإنسانية مش شأن فلسطيني داخلي ثانيا منهم الفلسطينيين طيب قضية الفلسطينيين ترى إحنا لما نحزن ونغضب وننقهر على فلسطين مش علشان جمالة رابها ولا رملها وشجرها وجبالها وسهولة معنها جميلة لا العالم كله تراب ورمل وشجر وجبال وكله جمال طبيعي له أول ما له آخر لكن نحن بننقهر على فلسطين لأنها أرض مباركة ومقدسة وطاهرة والقداسة والطهارة أهم من الجمال هذا الأرض اللي اختارها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أبو الأنبياء حتى يهاجر إليها ويموت فيها هذا الأرض اللي اختارها ربنا سبحانه وتعالى حتى يعيش على ترابها الطاهر أغلب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام مثل إبراهيم عيسى إسحاق يعقوب يوسف لوط داود سليمان صالح زكريا يحيى وعيسى عليهم السلام جميعا وطبعا في غيرهم كثير فلسطين هذا الأرض الطاهرة هي موطن السيدة الطاهرة مريم العذراء والدة السيد المسيح عليه السلام اللي ربنا اصطفاها على النساء العالمين قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين سورة آل عمران 42 وهي المرأة الوحيدة اللي ذكر اسمها صراحة في القرآن الكريم فلسطين اللي فيها الطائفة الثابتة على الحق واللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قيل يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس والحديث ورد في مسند الإمام أحمد هذا بالنسبة لفلسطين طيب شو بالنسبة للقدس هل هي شأن فلسطيني داخلي اسمع القدس اللي فيها حائط البراق اللي صعد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء من 1400 سنة إلى السماء مش صعد على تويتر وفي الفيسبوك القدس اللي هي من أشرف وأطهر بقاع الأرض واللي هي مصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها الأقصى اللي هو مبدأ معراج سيدنا محمد إلى السماء قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صادق الله العظيم الإسراء واحد هذا الأقصى اللي فيه صلى جميع الأنبياء جماعة خلف إمامهم محمد عليه الصلاة والسلام خلال رحلته كل الأنبياء صلوا في القدس ما شأنك المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى اللي هو القبلة الأولى للمسلمين وثاني مسجد وضع في الأرض والذي لا تشد الرحال إلا إليه وإلى البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ شأن فلسطيني داخلي؟ طيب مين هو الفلسطيني؟ أقسم بالله العظيم أنه لا يوجد في التاريخ المعاصر شعب واجه من الويلات والظلم أكثر من الشعب الفلسطيني شعب بقاوم من بداية التاريخ لكن أنا بدي أركز فقط على صمود فلسطين بعد دخول الإسلام أذكركم بصمود فلسطين ضد الحملات الصليبية اللي استمرت من عام 1096 إلى عام 1291 يعني 200 سنة تسع حملات صليبية ما استهدفت فلسطين فقط لكنها استهدفت كل هاي الأمة وهم اللي وقفوا في وجه هاي الحملات أذكركم بصمود عكة في وجه نابليون عام 1799 واللي كانت نقطة تحول لغزو نابليون في نفارت لمصر وسوريا وكل أرجاء الشرق العربي أذكركم بالمعارك الفاصلة في تاريخ المسلمين اللي كانت على أرض فلسطين مثل أجندين وبيسان وحطين وعين جالوت وبيجي اليوم كم واحد جاهل وبيقول لك القضية الفلسطينية شأن داخلي صلاح الدين الأيوبي كردي مش عربي قال شو علاقتي في فلسطين هذا شأن داخلي مش صلاح الدين الأيوبي الكردي أشهم هو اللي حرر فلسطين سنة 1187 في معركة حطين الظاهر بيبرس مصري مش فلسطيني قال شو علاقتي في فلسطين الصالح نجم الدين أيوب نور الدين زنكي وغيرهم من أبطال العروبة والإسلام قالوا شو علاقتنا في فلسطين اللي بيستلم مفاتيح القدس من سيدنا عمر بن الخطاب ما بيعتبر القدس شأن فلسطيني داخلي اللي بيعتبرها شأن داخلي هو شخص محروم من شرف الانتماء إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأمة عيسى عليه الصلاة والسلام يا حيف بس يا حيف هذا الفيلم هو تذكير لشباب هذه الأمة بقيمة الشعب الفلسطيني البطل وفضل الفلسطين ومدى قداستها بالنسبة لكل الأديان قضية الفلسطينية مش قضية الشعب الفلسطيني فقط هي قضية كل أحرار وشرفاء العالم والقدس مش شأن داخلي لكنها شأن رجولة شأن شرف وشأن أصل وبالنسبة للي بيسبوا على الشعب الفلسطيني العظيم جهارا نهارا بدون أي رادع يردعهم بقول شوف الشعب الفلسطيني المقاوم من سبعين سنة شوف كم قدم شهيد وكم قدم أسير وجريح مش رايح تتأثر شوف الشعب الفلسطيني اللي اضطر ينزح ويهاجر لكل أرجاء العالم شو أنجز في جميع المجالات في الطب في علوم الفضاء في الاقتصاد والتجارة في الهندسة وغيرها من العلوم هذا الشعب رفض أن يكون عالي على أحد وأصهم في نهضة كل بلد عاش فيه ابتداء من العالم العربي حتى أمريكا اللاتينية والشمالية وكندا وأوروبا وأستراليا وإفريقيا وإذا كان هذا كل ما أقنعكم بقولكم شوفوا صورة هذا البطل الفلسطيني اللي اطلب اعتقاله 24 جندي إسرائيلي ياريت فقط تتعلم منه بعض الرجولة وتستهو ألحالكم شوي وفي النهاية أنا بترحم على كل شهداء فلسطين اللي ضحوا بأرواحهم لأجلنا جميعا شوفوا معي إبراهيم أبو ثرية كمثال على العنفوان اللي ما بوقف في وجهه أي تحدي أو عاقة هذا الرجل بعين واحدة شاف اللي ما استطعت تشوفوه وبدون قدمين ارتقى إلى أعلى مراتب الشرف والشهادة أنت لا تتجاوزوا الثرى بينما إبراهيم وأمثاله هم الثرية يابيكو دعوز